الكرام إلى الموعد المحلي والذين استهلوا بالشأن الأمني حيث تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابع لأمن وليات البوليدة من حج ثلاثة ألاف وسبعمائة وأربعة قرورة خمر من مختلف الماركة العالمية داخل سيارة النفعية كما تم توقف شخصين كان يروجان هذه الخمور بصفة غير قنية حيث تم تقدمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البوليدة التقطيع لعدل عباس تمكنت فرقة البحث والتدخل بياري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وليات البوليدة بتاريخ 17-7-2020 وبعد الاستغلال الجيد لمعلومات مؤكدة مفادها عزم شخصين تتراوح أعمارهما بين 28 و38 سنة على الترويج ونقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بدون رخصة والمضاربة فيها بإقليم الاختصاص تم حجز ما يقدر به 3704 قرورات خمر من مختلف الأنواع والأحجام وكذا حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج